كسر في الجمجمة والأضلاء ونسف في الدماغ وحالة صحية حارجة واجهتها الطفلة ميار ذات السنتين من العمر نتيجة تعرضها للتعنيف من أقرب الناس لها قضية هزت الشارع في كاركوك وحظيت بالاهتمام من أعلى المستويات وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة قضية وأسباب وتداعيات حادثة الطفلة ميار وبعد الانتقال إلى المستشفى تبين بأن الطفلة معرضة إلى أشكال عديدة من العنف وعليها آثار في جسدها أيضا كانت هناك رضوض وكسور في الجمجمة وتمت متابعة حالة الطفلة ميار من قبل الشرطة المجتمعية كون الشرطة المجتمعية تعمل على مثل هذه الحالات بعد ستة أيام قضتها الطفلة المعنفة في المستشفى خرجت وعادت إلى أحضان والدتها بأمر قضائي لكن الأضرار البليغة لم تفارق أطرافها الصغيرة بعد وما زالت تحتاج إلى العناية الطبية لكن الظرف الاقتصادي الذي أبعدها عن والدتها هو ذاته الآن يحول دون علاجها هو كان مو زين وياها ذباني بيته لي أي ورحلت الآن اشتكيت عليه طلقت من عندها فالقاضي قال لي الطفلة يمت تبقى قلت يم أبوه يعني حالته ما تساعد ما عندي فبقت يمه كان هو ذابها بيت مرة قريبة بيت أم صديقة هي عايشتها فأخوها ما قبل فأخوها قال ليها بعد أنت ما تربي إنهاري الطفلة فهو أخذها وراح التزوج هو هو دايما يعذبها دايما يضربها مثل يأذيها إلى ما آخر شي قبل خمس ست يام سمعنا بين المستشفى الطفلة حالتها حياة خطرة ومستشفى أزادي بالعناية المركزة فرحنا هناك عليها هاني وبنتي شفناها تعبانة حيل فظلت تحت المراقبة هناك وسأكو شيء يعني بسيط تحسن بس مو حيل حيل يعني طفلة متأذيع حيل والله مو هالقد مو مستقر يعني أكو كدمات بجسمها إيدها ورجلها اليسرها يعني ماكو بهن أي حركة الطفلة ميار ليست الأولى التي تنضم لقائمة الأطفال الذين تعرضوا للعنف وقد لا تكون الأخيرة خاصة في ظل غياب القوانين لمناهضة العنف الأسري وحماية الأطفال لقناة دجلة محمد الصالح كاركوكا